اشتركوا في القناة وليد سليمان كل لاعب يرتدي قميص المنتخب يبذل ما في وسه منتخب مصر يكتفي بتدريب صباحي بعد الفوز على الكنهو الجير يدرس راحة الكبار في مباراة اوغندا الجير يعالج اخطاء الكنهو قبل مواجهة اوغندا عمرو وردة يعتذر هو اتجاه لعودته للمنتخب تريزي جيه ضمن التشكيل المثالي للجولة الاولى في امم افريقيا اسواق اوروبا تفتح ابوابها لنجوم الكام طيب الجزء التاني من حلقة النهاردة حيش شرفنا ونورنا في الاستوديو الدف العديد والاستاذ الكبير والاستاذ محمد القوسي الناقض الرياضي الكبير وحنتكلم بتفاصيل كتير جدا على كل الامور في الساحة الرياضية المصرية سواء فيما يتعلق بالنادي الاهلي وفيما يتعلق كمان بمنتخبنا الوطني المصري نبتدي بالاهلي واخر اخبار النادي الاهلي وحنا عارفين النادي الاهلي في فترة دي فيه فترة تحضيرية مهمة جدا استعدادا للموسم الجديد موسم هام جدا كالعادة واي موسم بيقوده النادي الاهلي بيبقى موسم غاية في الاهمية لان احنا عارفين طبعا سقف طموحات جمهير النادي الاهلي دايما ملهاش حدود فبالتالي النهاردة كان فيه جلسة ما بين مستر مارتين اللاسارتي معت كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة في النادي الاهلي عشان يعرف اخر اخبار المعسكر ايه والامور هتبقى ماشية ازاي والتوقيتات هتكون امتى خلينا اقول لكم المرجح ايه حتى الان بالنسبة لمعسكر النادي الاهلي في اسبانيا المعسكر هيكون خلاص هناك في اسبانيا ده بشكل انهائي وده علناه من خلال اكثر من يوم سابق بعد ما ذهب طبعا كابتن سعد عبد الحفيز وامير توفيق لاسبانيا عشان يتطمينه على كل الامور الخاصة بالمعسكر ومن خلال طبعا مكر الاقامة وملاعب التدريبات وكل الامور هناك هتكون بإذن الله مهيئة جدا بالنسبة للنادي الاهلي حتى الان من المرجح بإذن الله النادي الاهلي حيسافر يوم اربعة او خمسة سبعة القادم طبعا او للشهر الجاي والمرجح ايضا ان المعسكر هستمر لمدة 11 يوم تقريبا 11 او 12 يوم بالكتير يعني يعني هترجع على يوم مثلا ايه يوم 15 او 16 سبعة بالزد والمعسكر ده هيتخلله عدد من المباريات الوديدة يعني مبارياتين او ثلاثة الاقرب ان هما هيكونوا ثلاث مباريات ودية بالنسبة للنادي الاهلي حيجهز فيهم شكل كبير جدا للمسم الجديد وهتكون مباريات تدريجية من حيث قل المستوى لان طبيعا انت في بداية معسكر فواحدة واحدة كده لسه الامور البدنية مش مية مية لسه كمان عنده الجوانب الفنية والتيكتيكية لسه بتحفظها من ميستر لسارتي وبعيد وبزيد على ان الفترة دي هتكون هما قوي لميستر لسارتي تاني هتكون هما قوي بالنسبة لميستر لسارتي عشان يقدر ينقل فكره باريحية من خلال مدة مفيهاش مباريات للعاب النادي الاهلي فبالتالي هنشوف بإذن الله مسم رائع المسم الجديد من الجهاز الفني الكادت ميستر لسارتي وبإذن الله من اللعابين المتابدين في النادي الاهلي في المسم الجديد ده او دي التفاصيل الخاصة بمعسكر النادي الاهلي في اسبانيا حتى هذه اللحظة وأنا بكلمكم دلوقتي والنهار ده ميستر لسارتي اقتمن على كل هذه التفاصيل من الكابتن ساد عبد الحفيظ مدير الكورة الاهلي كمان بيركز على تدريبات الكورة في المران الصباح وخلال الثلاثة اربعة يام اللي فاتوا احنا عارفين الاهلي ابتدى او استقنف تدريباته يوم السبت اللي فات فكانت كلها مراحل بدنية قوية جدا وشقة جدا لنادي الاهلي النهار ده ابتدى شوية كده الجهاز الفني يعمل بعض التدريبات الكورة بالنسبة للعابين وده شيء اكيد مهم طبيعي جدا تقوى تدريبات بدنية فترة الاعداد بتبقى قوية جدا عشان تقدر تستعيد المعدلات البدنية المطلوبة قبل موسم جديد او قبل تحديات ايان كانت ايه هي احنا لسه مش عارفين خلال الفترة الجاية طبعا طبعا باللغبطة اللي كلكم عارفينها لكن في كل الاحوال النهار ده كان فيه تدريبات للكورة بالنسبة لفريق في المران الصباحي وحتى الامس كان المران مسائي فقط بداية من النهار ده المران هيكون صباحي ومسائي وحنعرف تفاصيل اكتر بخصوص برنامج النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية من زميلنا العزيز شريف شعبان طيب نروح لشريف بسرعة يا شريف مسائي الخير عليك أهلا بك يا شريف طبمننا على استعدادات النادي الاهلي والفترة التحضيرية الحالية والمران الصباحي وكمان المران المسائل الأمور المشية زي بالنسبة لنادي الاهلي خلينا اقول لك يمكن خلاص يمكن دخلنا في الجد يمكن فترة اعداد بدايتها من كم يوم طبعا في عالم التدريب نخش بيبقى الحمل طبعا قليل شوية فبقى بعد كم يوم يبدأ الحمل يعلى فالنهاردة تمرينتين طوحية وتمرينة مسائية شغالة أمامي لان بداية نخش في الجد قبل مرحلة لعب المبرات الوزية يمكن فترة الاعداد اللي انا شايفه هو مدرب احمله وباقي الجهاز انه بيدخله الكورة كتير في التمارين مش تمارينات فقط لأ في الكورة شغالة على الطين تمرين حد الوقت كل كورة لحد الوقت تمرين المسائي والصباحي كانت ايضا كورة كتير بالامس كانت تدريب بدنيا اكتر منه مثلا كورة في الراجل بينوع بس تحس ان شغل الكورة ممكن في الزيادة او زيادة شوية خلينا اقول لك حاجة مهمة جدا نزمينها مية فضل ممكن انا ملاحظ في السوال ميديا الفترة الاخيرة ان ملعب التيتش وناس تشتكر ملعب التيتش ملعب التيتش وانزل تلبيت من ملعب التيتش تمام والله هي تلمتحق ملعب تجادة مفهوش ولا نقرة مفهوش ولا حفرة كويس مفهوش ولا مطب طب ليل انه اصفر انه اصفر لان الملعب كان اخضر الاسبوع اللي بات مم خلالا صارت طلب يقص من جيلة الملعب تبقى اه اه بشتيره فوق سيره بشوية يعني نصف درجة او او درجة رقم واحد مم فالملعب طبعا لما تقصل لاني جيلها الخضرة اسفر طبعا اني وينها تلاقي مخضر لكذا اللي هيبني كالعب كورة الملعب بيكون مستوي ملعب ما يكونش فيه نورة ملعب ما يكونش فيه مطب طبعا الملعب خفيف كمان بيشتقيه مكوش رملة انا بقولك اهو عبر الشيقات من الاهلي الملعب بتنشي بالاحسن الفترات اللي احنا بنسهدها الفترة ضيئة الملعب طبعا ان الملعب مشت عليه لا 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 الملعب بجد شابون الناس يشغال عليه بصلا صارت كمان بيشيت بالملعب ان الملعب الى الان ممتاز جدا بالضبط بالضبط يا شريف لان الفترة اللي فاتت كمان ما كانش فيه تدريبات خالص فكاد فرصة بالنسبة للمسؤولين عن الملعب ان هم يجهزوه بافضل شكل للفريق عشان يكون بيستعد من خلاله من غير اي معاقات خاصة بارضيات الملعب بداية من فترة التحضير وبالتحديد من يوم السبت اللي فات تمام وكمان اما الاهلي سفر المعسكر يوم اربعة ويوم خمسة الى اشبانيا هتلاقي تمان الفترة دي تمان هتلاقي ملعب احسن واحسن تمان ممكن الملعب الاهلي بإذن الله سندي هتكون مختلف في ملعبه ملعب طبعا ملعب التش تدريب الحراس ممكن على الجانب الاخر مستمر ركاة التاريس سلمان مع الحراس على لطف اللي بيعمل تمرينا ومصطفى شبير وحمد طارق تمنات متعلقة جدا الفريق امامي الكل ممكن بيشارك مجموعة في الملعب تمنات الخورة ومجموعة في تمنات الجن يمكن طبعا تقرر ان ناصر ماهب وصلاح محسن هيكونوا موجودين في تمرينت السبت بكرة بإذن الله هيكون اجازة لان رجل رفع الحمد زي مولتلك النهاردة تمرينا في الصبح وتمرينا امامي كارسات كثيرة مستلسارتي بيامتاز بهذه الجارسات النفسية مع العابي الفريق مع رمضان صحيح كانت حوالي خمس دين نهاردة محوصة مع شهور مع كذا لاعب فيه حتى العربي يعني ان لاعب ناشئ من نشيين نادي الاهلي برضو ايضا تعليمات من المستلسارتي وكارسات مستلسارتي الان في تأسيمة امامي ممكن تبوسط الملعب بالراجل الحريص ان هو يصلح الاخطاء اول باول بطمينك بإذن الله يكون موسم ولا اروع تكون بداية فترة اعداد ولا اروع للنادي الاهلي وبإذن الله النادي الاهلي يحتحوز على كل بطولات ما عودنا في الفترات الاخيرة ان شاء الله بإذن الله بشكرك يا شريف شكرا جزيلا زميلنا العزيز يا شريف شعبان مرئيس القناة الاهلي كم معنا في مدخلة هامة جدا وتكلم فيها عن استعدادات النادي الاهلي وكل الامور الخاصة بالنادي الاهلي في ليلة الفترة التحضرية الحالية الهمة جدا ونسبة عربي بدر لعيب مميز قوي اللي الشريف كان بيتكلم عليه دلوقتي وكان فيه فعلا جلسة ما بينه ما بين مستر لسارتي وكلام أكيد كان مهم ووضح ان فيه اهتمام كبير بهذا اللعب لعيب لسه صغير موليد 2000 أعتقد بيلعب بيلعب مع كل الأعمار السنية تعيبا في قطاع النشئين المسموح ليه يعني ان هو يشارك في ممورات معاهم 97, 98, 99 فبالتالي لعيب مميز جدا جدا وان شاء الله حيكون أحد اللاعبين اللي ليهوا مستقبل كبير جدا مع النادي الاهلي طيب طيب من نقع على النادي الاهلي وكل الأمور الخاصة به بس فيه جزئية مهمة قوي قوي ركز معايا فيها تمام؟ ركز معايا فيها مبارح وأول كلام كتير طلع قالك ايه ناس قالتلك ايه قالك فيه صفقة القرن في النادي الاهلي تمام؟ الكلام ده مش عاية مفيش حاجة اسمها صفقة القرن في النادي الاهلي هي بتبقى لحظة القرن لللاعب اللي بينضم للنادي الاهلي لكن اي صفقة بالنسبة للنادي الاهلي ما بتبقاش صفقة القرن خالص اي لعب في الدنيا بيتمنى انه هو ينضم للنادي الاهلي ومجرد ما بيدخل الباب كده بتبقى دي بالنسبة له لحظة القرن ولفظ صفقة القرن دي مش بتاعة النادي الاهلي مش النادي الاهلي هو اللي يقول صفقة القرن النادي الاهلي مقالش كده انا بتكلم بس على بعض الاشخاص او بعض الجماهير المنتمين للنادي الاهلي وحقهم بيطمحوا بيحلموا باللعبين مميزين ينضموا للنادي الاهلي لكن فيش حاجة اسمها خالص اسمها صفقة الكرة في صفقة؟ آه هيبقى في صفقة وارد ما يكونش صفقة أحد خلينا أقول له حضرتكم النادي الأهلي عنده قوام مميز جدا جدا من لعبيه النادي الأهلي في شهر يناير الماضي تعاقد مع بعض اللاعبين المميزين جدا ودول أساس النادي الأهلي بجانب اللاعبين الصابقين في النادي الأهلي واللي ماشيين بشكل مميز حتى لو التموحات ما تتحققش الأهداف الرئيسية بالنسبة لكم تتحققش لكن في نفس الوقت افتكر وما تنساش أن الموسم المنقضي ده كله معوقات وكله صعوبات وكله استثناءات تمام؟ فبالتالي هتلاقي أمور بتعطلك عنك تحقق هدفك بطول الدوري أبطال أفريقيا قاقت هدفك لكن أنت في نفس الوقت افتكر برضو بطول الدوري أبطال أفريقيا وأنت بتلعبها كنت بتلعب كل 48 ساعة ماتش دوري دوري أبطال دوري دوري أبطال فطبيعي جدا جدا أن أنت تتعطر أن أنت ما تسعدش الأدوار البعيدة في هذه البطولة وهدفك دائما الأساسي هو الفوص باللقب لكن هي فترة جديدة بالنسبة لنادي الأهلي بموسم جديد إن شاء الله هنتطلق بالنسبة لنادي الأهلي بصفقات محدودة ركز على الكلمة اللي أنا بقولها لك صفقات محدودة ما فيش صفقات كتير بقوا ستة وسبع لعبين الكلام ده مش هتشوفوا خالص سنادي في النادي الأهلي اتنين تلاتة بالكتير وارد النادي الأهلي يتعاقد معاهم صفقات قوية صفقات قوية مهمة لنادي الأهلي تكون أضافة لزميلهم المتوجدين في النادي الأهلي دي جزئة مهمة كان لازم نتكلم عليها وكان لازم نرد عليها في بداية الحلقة يبقى إحنا كده إيه قفلنا كل ما يخص النادي الأهلي النهار عندك بقى كلام كتير قوي 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 إيه في المنتخب المنتخب مبارح طبعا مبروك لنا كلنا تأهل المنتخب بشكل رسمي لدوري 16 مباراة كستها فوست فيها نتيجة 2-0 على منتخب الكونغو واللي كان غير موفق في هذه المباراة عشان نبقى صرحة منتخب بيع كورتين جنف العرضة انت كان التوفيق حليفك الحمد لله يا رب التوفيق يستمر معانا لغاية النهائي بصراحة لو خدنا البطولة دي حيبقى ربنا كتبها لنا بإذن الله يا رب يكون إن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكون كتب لنا البطولة دي عشان الشعب ده يفرح المقاومات عليها كلام كتير بس مش وقته ومش حنتكلم عن أي مقاومات أو أي سلبيات أو أي نواقص في المنتخب انتوا حضراتكم عارفينها كويس قوي لأن مش ده الوقت المناسب مش ده الوقت المناسب اللي نتكلم فيه على أي حاجة المنتخب أهم حاجة دلوقتي مننا كمشجعين وكمصريين وطنيين إن إحنا نساند المنتخب ونأذره كل المؤذرة كل المؤذرة المجملة بتاعت مباراة مباراة أو المجملة بتاعة مباراة مباراة كسبنا خدنا ثلاثة نقط تأهلنا لدول 16 عندك مباراة أغان دا يوم الحد إن شاء الله هدفك إيه؟ هدفك إنك تصعد أول مجموعة عشان الحزب بقى هتشوفها تقابل مين من التوالد سواء المجموعة الثالثة أو الرابعة أو خمسة أقول لكم التفاصيل الخاصة بالمؤابلات اللي ممكن نعابلها في دور 16 لكن الهدف من المباراة مباراة هتحقق في سبت 2-0 شباك نظيفة تمام وعودة محمد صلاح للتسجيل حتى لو هو ما كانش يتأخر كتير أو في موضوع التسجيل لكن نفسيا يا جماعة هيفرق أوي مع منتخب مصر إن العيب بحجم محمد صلاح يهدف مباراة دا كان شيء مهم وضرير وأنا قلت له حضرتكو قبل كده إن دا مهم أو إن محمد صلاح سجل الهدف مباراة عشان يرفع كل ضغوط النفسية عنه وعن الجهاز الفاني وعن اللاعبين في التالي إن شاء الله نلاقي أداء أفضل من كده يا رب يا رب نلاقي أداء أفضل من كده لمنتخب خلال الفترات الجاية والمبارات المقبلة والصعوبة ممكن تبتدي من دور 16 وممكن تبتدي أكثر من دور 8 دور 16 حتى الآن لما نشوفها اللعب مين ممكن تبقى مواجهة بإذن الله سهلة لكن الصعوبة الحقيقية من دور 8 فلازم يكون تركيز أكبر ولازم يكون فيه مجهود أكبر من كده بكتير سواء من الجهاز الفاني أو كمان من اللاعبين ده فيما يخص مباراة الأمس عمر وردة فيما يخص عمر وردة أنا مش عايز أتكلم في الحقيقة في موضوع عمر وردة لأن خلاص اللاعب غلط وحتى هذه اللحظة هو متعاقب حتى اللحظة اللام بكلمكم فيها دي هو متعاقب والعقاب كان لازم لأنه غلط مرتين في وقت قليل قوي حتى لو كان ليه أخطاء سابقها ملناش دعوا بيها احنا بنتكلم في الحاجات اللي اتعلنت أو الحاجات اللي تلعت خلاص اللي ساتروا ربنا خلاص ده موضوع عاجة دي حاجة خاصة بي ملناش دعوا لكن مش عايز أتكلم في موضوع عمر وردة أكتر من كده بس عندي رجاء عندي رجاء للمسؤولين عن المنتخب الوطني المصري يا جماعة والله مش من مصلحتنا خالص التشتيت اللي احنا في ده مش من مصلحتنا خالص انبارح طلعته قرار قلته ايه استبعاد عمر وردة تمام النهاردة تسريبات من المنتخب ومصادر في المنتخب ومصادر في التحاد الكرة قالت ايه ان فيه اتجاه للعفو عن عمر وردة انا يا سيدي ايا كان رأي ايه او رأيك انت ايه يستحق العودة للمنتخب او مع قرار استبعاده من المنتخب ده رأينا واحنا خلاص ده كل واحد وجهت نظره اوكي بس عشان خطري قرروا خدوا قرار قولوا الراجل مكمل ولا مش مكمل لان اللي بيحصل ده مش مصلحة المنتخب خالص مش مصلحتنا كلنا كمصريين يا جماعة احنا في بطولة مهمة قوي قوي وعلى ارضك هتبقى وحشة لو خسرت البطولة فاي حاجة هتوعيقك عن تحقيق هذا الهدف حتى لو ما عندكش المقاومات وحط تحت الكلمة دي متخط شيلها من قدامك مش قصدي ان كده عمر وردة يستبعد انا قصدي ان انت قرر بقى اقول قرار نهائي عمر موجود ولا مش موجود ما تسيبش الدنيا عيمة ما تسيبش اختبارات واستنتاجات والناس كلها واحد يقول لك لا خلاص عمر وردة رجع عمر وردة لا لسه مرجعش حد اللحظة دي عمر وردة ما بقاش في المنتخب اه موجود هو موجود في المعسكر لكن ما فيش قرار نهائي في شأنه احنا عايزين قرار نهائي عشان مصلحة منتخب مصر عشان نقفل على القصة دي سواء حيستبعد او حينضم مرة اخرى المعسكر المنتخب احنا عايزين نقفل عليها ايا كان قرارك ايه انت المسؤول عن قرارك كمسؤولين عن قرار مصرية وعن اتحاد القرى وعن منتخب مصر الجاذب فني الاداريين ده قراركو يا جماعة انتو حرين فيه اللي انتو شايفينه صح يعملوه تمام بالتنصيق مع اللعيبة وطبعا وقفة اللعيبة مع عمر وردة دي حاجة تحسب لهم جدا ويشكروا عليها جدا لكن خدوا قرار لو سمحت علشان نركز ونشجع المنتخب من غير اي كلام كتير عن المنتخب عشان باذن الله باذن الله نحقق البطولة الصعبة جدا جدا علينا السنة دي الاسباب كتير مش هنتكلم فيها دلوقتي كل التوفيق باذن الله المنتخب مصر مبرأة مجبلة امام اوغان ده يوم الحد كل دعوات المصريين ان شاء الله ان احنا نتوز بيها ونسعد اول مجموعة عشان ان شاء الله ناخد خطوة خطوة جديدة في بطولة الامم الافريقية هذه البطولة الهمة جدا 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 باذن الله اللقب يكون رقم 8 في تاريخ مصر ايه اللي تكتب في الجرائي ده عن الكان خلينا روح نشوف يلا بينا الاهرام المنتخب الوطني يحجز بطاقة التأهل لدوري 16 ببطولة امم افريقيا الاخبار هزمنا الفهود وتأهلنا الاخبار المسائي صعود الفراعنة المنتخب يتخطى الكونهو بهدفي المحمدي وصلاح المسا الجري سيطرنا في الشوت وتعبنا في التاني ترجعنا بسبب الارهاق وجوه جديدة في اللقاء القادم مجالة الاهلي الروح القتالية سلاح مصر والجد يبدأ من دوري 16 الجمهورية اربع سيناريوهات للفراعنة في دوري 16 الدستور المنتخب يبدأ الاستعداد لمواجهة اوغندا الجهاز الفني للعابين أصعب من زنبابوي والكونجو الجري يتعهد بتطوير الأداء ويلمح لإمكانية إجراء تغييرات في التشكيل موسيقى روزل يوسف الإجابة اوغندا الجري لازم نكسب الأوناش المدير الفني يشاهد ديموراطي المنافس لوضع خطة المواجهة ويعالج أخطاء الكونجو اليوم السابع منتخب مصر يستعين بكوبر للتغلب على منتخب أوغندا العنيد الجري يستعين بناجي لمعرفة النقاط السلبية لحارس الرافعات واتجاه لإراحة النجوم في أشهر التاني الشروق رزجيه ضمن التشكيل المثالي للجولة الأولى في أمم إفريقيا موسيقى بمناسبة آخر عنوان وهو خاص به جريت الشروق وتريزي جيه وأنه هو ضمن التشكيل المثالية للجولة إيه اللاعب ده؟ إيه اللاعب ده؟ نداء له كل الوكلاء في الحقيقة في الحقيقة كل الوكلاء اللاعبين يا جماعة أنتو عندوك الجوهرة هو اللي يقدر يساعد اللاعب ده هو الراجل إمكانياته بتتكلم عن نفسه في الحقيقة إحنا عايزين وكيل يودي تريزي جيه في مكانة محمد صلاح يستحق لعيب كبير قوي سيبك بقى من الكبريين اللي جابهم طبعاً دي حاجة بتمتع جداً أي واحد بيفهم في الكورة وبيشجع كورة بيتمتع بيتمزج لما يشوف الكبار دي تمام؟ لكن الراجل إداء فارق قوي مع منتخب مصر في الوقت اللي انت مضغوط كسبان واحد صفر بهدف جيه بطريقة يعني عشوائية شوية لأحمد المحمدي والحمد للهن الهدف جيه وأحمد محمدي بالمناسبة عام المراكو لكن في نفس الوقت مضغوط جداً من تكونه وكورة في العرضة وكلام من ده تريزي جيه باللعبة اختارك راح باصل صلاح صلاحة الكورة في الجون قتلت المطش هي دكيمة اللعب هو ده تريزي جيه فكل التوفيق لك يا تريزي جيه بإذن الله بإذن الله نشوفك في مكان أفضل بكتير جداً من تركيا بكتير جداً جداً تستحق الدور الإنجليزي والله تستحق الدور الإنجليزي تستحق الدور الإيطالي الفرنسي انت أقوى من هذا الدور مستوىك أعلى منه في الحقيقة الأسباني ممكن يعني لعيب كبير جداً أتمنى له كل التوفيق وبإذن الله هو أحد العناصر الأساسية والمهمة جداً جداً في تفوق المنتخب وأحرازه للبطولة بإذن الله السنة نبتدي بالمسا بتقول تصرحات لأجيري وهي بالنسبة لي تصرحات غريبة شوية ليه بيقول إيه سيطرنا في شوت وتعبنا في تاني أسباب التعب إيه أنا عايز يعني نفسي عرف إيه أسباب التعب مش كان فيه فترة بيستعد من خلالها المنتخب لو رجعنا كده وفكرنا حنلاقي أن أسباب التعب عدم انتظام الموسم الكروي والدوري في مصر ده السبب لكن غريب شوية أن اللعبة بتتعب يعني طبع كل المنتخبات بتلعب ومعظمهم خلاصين لسه الموسم من قبل البطولة بإسبعين زي صلاح كده وماني مثلا خلاصين بالشامبينز ليج وقابليهم ناس من خلاصة واخدها مسافة أكتر من كده ومساحة أكتر من كده والناس بتلعب عادي يعني الإجهاد هو رجل عنده حق في حتة إن فيه إجهاد بالتحديد في اللعبة اللعبة المحليين طبيعي لأن انت عندك دوري غير منتظم وعندك موسم سلسنائي كان فيه بطولات كتيرة جداً لكل الأندية المصرية فالنتيجة طبق أي ما عملتش حساب إنت بطولة الأمور مش كمدير فني كمسؤول أو عامة يعني كان ناس هو غزباً عنهم برضو موسم سلسنائي برضو بصراح لكن لازم إن انت تتجنب بقى الأمور دي إن شاء الله في السنة الجديدة لكن مهم يعني تصريح أجيري إيه تراجعنا بسبب الإرهاق واحتمال نشوف وجوه جديدة في المبراء الجاية أمام أغندا وده مطلوب في الحقيقة لأن انت مبراء دي انت خلاص سعدت حققت الهدف الأساسي بصراحة برضو هدف أساسي بالنسبة لك إن انت تفضل في أستاذ القاهرة فلازم تصعد أول فالتغيرات هتبقى بحسابات مهمة قوي وبحدود عشان ما تتفكتش أو لا تقدر لا تتعرض لهزيمة تخليك إن انت بتلعب في أستاذ السلام أو عفواً تلعب في أستاذ مين الدفاع الجوي مع مين مع السنغال أو الجزائر هيبقى موضوع صعد قوي لم يقدر يقدر كده تواجه أتقل منتخبين أو من ضمن أتقل منتخبات في الطوطر بإذن الله على أغندا أو على أقل تقدير عشان أنت بتعمل تغيرات وممكن يكون بتجرب حاجات تكتيكية جديدة أو خصوص تكتيكية جديدة تتعادل وتسعد أول مجموعة إن شاء الله مهم أننا نستفاد من هذه المباراة وطيبقى بالنسبة لنا استكمال المشوار اللي بدأناه بمباراة زنبابوي تمام مجلة الأهلي بتقول إن الروح القتالية سلاحها مصر والجد حيبدأ من دور الستاشر ودي حقيقة والأكثر جديا كمان من دور التمانية ليه؟ لأن ده اللي حيخليني بقى أروح لخبر الجريدة الجمهورية واللي بتقول إن فيه أربع سينيريوهات للفرعنة في دور الستاشر عشان كده بقول لكم وارد إن الجد يبتدي من دور الستاشر ووارد إن الجد يبتدي من دور التمانية بالنسبة لجريدة الجمهورية لما بتقول سينيريوهات إيه؟ خلينا نقول لحضركم السينيريوهات السينيريوهات متعلقة بإيه؟ أنت بإذن الله تطلع أول مجموعة لو طلعت أول مجموعة هتقابل أفضل التوالد أو أفضل منتخب اللي حياخد المركز الثالث من ضمن أفضل التوالد يعني الأولوية هتكون هي المجموعة الثالثة المجموعة الثالثة فيها مين؟ فيها كينيا أو تنزانيا فبالتالي أنت لو طلعت أول وهم كينيا أو تنزانيا حد فيهم تلع من أحسن أربع توالد في البطولة تمام؟ في المجموعة الأخرى فأنت هتقابل حد فيهم فبالتالي مواجهة بإذن الله إن شاء الله سهلة لو طلعت بإذن الله الأول وكينيا أو تنزانيا ما صعدوش السيناريو الأخر هيكون إيه؟ هتقابل جنوب أفريقيا أو ناميبيا الأقرب جنوب أفريقيا طبقاً للقدرات لأن الجنوب أفريقيا تتعادل مطش أو تكسب مطش الموضوع التباهية من أفضل أربع توالد فهتروح للمجموعة الرابع على طول وتقابل جنوب أفريقيا لو جنوب أفريقيا كمان أو ناميبيا محدش فيهم صعد من أحسن أربع توالد فهتروح للمجموعة الخمسة هتقابل مين بقى؟ مالي أو أنجولا أو تونس أو موريتانيا في الغالب يعني مالي أنجولا تونس حد منهم فالمواجهة هتبقى أصعب نسبياً عن كينيا أو تنزانيا أو تنزانيا أو عن كمان جنوب أفريقيا رغم أن جنوب أفريقيا برضو منتخب من المتخبات القوية في الحقيقة لسه ما تكونوش نفسهم بشكل قوي لكن المنتخب عنده تاريخ برضو في الكرة الأفريقية فتبقى مواجهة صعبة أسوأ سيناريو بقى لقدر الله هو أنك لقدر الله لقدر الله تخسر مباراة أغندا تطلع تاني مجموعة تروح أستاذ الدفاع الجوي مش هتلعف أستاذ القاهرة خلاص وتلعب يا جزائر يا سنغال اللي هتطلع فيهم الأول في مجموعة فإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للمنتخب وأنه هو يخلص المأمورية بدري بدري عشان نواجه منتخب يكون في المتناول كده خطوة جديدة بالنسبة لنا عشان نهيئ نفسنا أكبر للمنتخبات الأصعب بداية من دور التمانية إن شاء الله الدستور بتقول المنتخب بيبدأ الاستعداد لأغندا والنهاردة كان فيه مران صباحي استشفائي لعناصر المنتخب الوطني المصري بس وحيبقى فيه اكتفاق بهذا المرانة فيش مرانة مسائي خالص والجهاز الفاني تكلم مع اللاعبين قال إن مباراة أغندا حتكون أصعب من زنبابوي والكونغو ودي حقيقة لأن أغندا عاملين بطولة جيدة جدا حتى الآن اتعادلوا المباراة الأخيرة مع زنبابوي وكسبوا المباراة الأولى في مفاجأة تعد مفاجأة في الحقيقة على منتخب الكونغو من نتيجة 2-0 هم كمان صعدوا على فكرة يعني كل أحوال هم كده صعدوا على أقل أقل تقدير هيكونوا أحسن توالك يعني فالجهاز الفاني بيحضر من أغندا وبتعهد كمان وده شيء مهم قوي بتطوير الأداء في المباراة المقبلة وده مطلوب في الحقيقة لأن إحنا قلنا مباراة زنبابوي كانت حومة للبداية وقلنا إن معلش البداية كده ودايما الستيح والجمهور اللعبة اللعبتش بعد جمهور ده كتير والضغوط وكلام من ده وشوفنا برضو أداء للأسف كانتش كويس أنا برضو مصر في الحقيقة على إن الأداء مش مهم النتيجة هي أهم في البطولات دي في الحقيقة النتيجة هي الأهم لكن في نفس الوقت عايزين نتطمن شوية وإحنا بنتفرد كده قاعدين قلقانين إحنا عايزين نتطمن شوف المنتخب بيلعب كويس آه النتيجة مهمة جدا وهي الأهم يعني هنفرح لو كسبنا بس من جراء الأداء آه هنفرح بس هنعايزين نتطمن برضو يعني عايزين نتطمن برضو بإذن الله من جانب الأداء بالتحديد يعني اليوم السابع منتخب مصر يستعين بكوبر للتغلب على منتخب أوغندا العنيد أجير يستعين بناجي لمعرفة النقاط السلبية لحراس أو الحارس الرافعات اللي هو حارس أوغندا اللي هو دينيس أونيانجو الحارس الأسطوري وأفضل حارس في الكرة الأفريقية آخر خمس سنوات حتة المنتخب بيستعين دي أنا ما باقتنعش بيها كل مدير فني بيبقى عنده وجهة نظر وعنده أسلوب وتكتيك معين بيلعب وأسلوب خططي معين بيلعب بيه فما فيش حاجة ما استعين بخطة كوبر أو استعين بهو الراجل لو عمل الأسلوب ده يبقى هو مقتنع أنه عايز يعمل كده وشايف إن ده الأنسب أو لو عمل أسلوب آخر هيبقى هو شايف إن ده الأنسب فموضوع الاستعانة ده لأ لكن ممكن تستعين قابا مدرب حراس مرمى منتخب مصر كابتن أحمد ناجي طبعا هذا المدرب القدير واللي شايفين ما شاء الله محمد الشيناوي بيقدي مستوابت رائعة برح صد كرة الشيناوي هي تحسبت فاولة بس صعبة أي حارس يصدها كرة مستهلة ده بيدل على أن الشيناوي عنده إمكانيات عالية قوي قوي المهم يعني إن مستر أجيري يتكلم مع كابتن أحمد ناجي وبيسأله على إمكانيات حارس أغاندا أونيانجو وإمكانياته وبتتكلم عن نفسها طبعا حارس كبير جدا وهيبقى أحد العواقق المهمة جدا في مجرد مصر وأغاندا بالنسبة لمنتخب الوطني المصري وبيحاول يشوف نقاط ضعف له في الحقيقة ده مستر أجيري من خلال طبعا تواصل مع كابتن أحمد ناجي وصعب تلاقي نقاط ضعف لأونيانجو صعب جدا صعب جدا لكن إن شاء الله نكون موفقين في إحراز أهداف في مرمى هذا الحارس الكبير جدا التشكيل المثالي لجولة الأولى في أمم أفريكيا ده من جريدة الشروق النتريزيجي موجود في هذا التشكيل خلينا أقول له حرككم التشكيل مين حارس المرمى في التشكيل ده سيباندا حارس مميز جدا وحارس مميز جدا شوفناه في مبارات مصر ومبارات أغاندا كمان وكمان خط الدفاع يوسف عطال الاسم ده الاسم ده حيبقى أفضل باك رايت في أفريكيا خلال الفترة الجاية لعيب علامي مقادي مبارات تجايدة أو مبارات اللعيبها منتخب الجزائري حتى لان الجزائر سيلاعبوا قبعد قليل مبارات قوية جدا مع سنغال ومبارات نفسه يتفرج عليها بصراحة لكن يوسف عطال ده مدافع باك رايت علامي علامي لعيب كويس جدا فهو طبعا متواجد في التشكيلة جمال بن العمر برضو منتخب الجزائر كاليدو كلبالي مدافع منتخب السنغال أولى إنه نجم منتخب ناجيريا في خط الوسط رياض محرز من الجزائر فاروق مية لعب مميز وشاب جيد جدا من أغاندا أدامة تراوري وسيركل بروج من مالي تريزيجي من مصر وده يستحق يستوقع المبارات اللي فاتي دي الأخيرة وطبعا نغدين عن الجول الأولو طبعا برضو كان يستحق وفي الهجوم موسى ماريجا طبعا نجم منتخب مالي مهاجم كبير ونجم بورتوال بورتوغالي وسوري كابا من غينيا دي التشكيلة الأفضل والتشكيلة المثالية للجولة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله الجولات المقبلة كل التوفيق لمنتخبات العربية بشكل كامل وتوفيقكم أكتر شوية بإذن الله لمنتخب مصر بإذن الله إن شاء الله نروح نشوف أخبار الكامل من صحف لا نروح نشوف أخبار الكامل المواقع يلا بنا موسيقى يورو سبورت عربية الصدارة وتسجيل صلاح حصاد مكاسب المنتخب من ثنائية الكونغو موسيقى يلا كورا صلاح المايسترو ماذا قالت الصحف العالمية على تأهل مصر بكأس الأمم الأفريقية موسيقى الشروق الجري تحكمنا أمام الكونغو تعكمنا أمام الكونغو من إحنا صدارة ولا أعلم شيئا عن عودة وردة موسيقى في الجول هاني رامزي لسنا راضيين عن الأداء والصعود في الصدارة أولوية موسيقى البوابة سبورت تجزيجية تحدث عن جائزة الأفضل في مباراة مصر والكونغو موسيقى الفجر الرياضي وليد سليمان كل لعب يرتدي قميص المنتخب بذل ما فيه واسعه من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور 16 موسيقى اليوم السابع منتخب مصر يكتفي بتدريب صباحي بعد الفوز على الكونغو موسيقى سوبر كورا أجري يدرس إراحة الكبار في الشرط الثاني لمباراة أغندا استعدادا لدور 16 موسيقى ضغط الأهرام عمر وردة يعتزر أوعدكم كل حاجة هتبقى كويسة ومعاملش حاجة تدايق أي حد موسيقى الوطن سبورت مصدر باتحاد الكورا اتجاه للعفو عن عمر وردة وعودته المنتخب موسيقى الوطن سبورت إبراهيم نور الدين يدير لقاء أنجولا ومريتانيا وجهات جليشة حكمان رابعا موسيقى كورا مدرب أنجولا مواجهة مريتانيا ليست سهلة موسيقى 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 بابة أخبار اليوم أسواق أوروبا تفتح بوابها لنجوم الكاني موسيقى الخبر الجزائرية صراع الزعامة بين الخضر وقصود الترانجر موسيقى الشباك الجزائرية بالماضي سيجري بعض التغيرات على التشكيلة الأساسية موسيقى المنتخب المغربية رينارد يتوقع مباراة قوية أمام كوديفور طبعا موسيقى موسيقى طبعا إحنا عارفين نهاردة في مباريات في بطولة الأفريقية أول مباراة اتلعبت وخلصت خلاص كانت ما بيننا مدغشكر وبروندي وانتهت بفوز مدغشكر واحد سفر المنتخبين أول مرة بيشاركوا في بطولة الأمم الأفريقية نعم يا جوان تقولوا حاجة تمام أول فوز في تاريخ مدغشكر طبعا بقول لحدكم يعني أول مشاركة للمنتخبين في الحقيقة فبالتالي اللي كسب النهاردة أول فوز اللي في تاريخه مدغشكر في الحقيقة عملوا مباراة أولى أمام غينيا كانت مميزة جدا عملوا مباراة قوية وانتهت 2-2 وكانوا متقدمين كمان في النتيجة 2-1 فبالتالي النهاردة فوز مهم جدا دي المباراة اللي كانت فيه تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا وانتهت المباراة الثانية هتكون مباراة نارية ما بين السنجال والجزائر وكل واحد في مخلاصة عايز يتأهل بدري بدري ممكن المباراة الوارد منها تنتهي تعادل لأن المنتخبين تؤال قوي 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 فهتشوف بإذن الله مباراة منتعة دي هتكون الساعة 7 دي من المجموعة الثالثة بالمناسبة مباراة مدغشكر البروندي كانت من المجموعة الثانية كينيا وتنزانيا ان شاء الله حيكونوا الساعة 10 بالليل ايضا من المجموعة الثالثة وايضا مباراة اخرى من هذه المجموعة فبالتالي دي مباراة اليوم نروح بقى لأخبار اللي كان على المواقع ونبتدي بيورو سبورت عربية واللي قالت ان الصدارة وتسجيل صلاح حصاد مكاسب المنتخب من صنعية تلفون وزي ما قلت حضراتكم هو مكسب مهم قوي المصر ان صلاح سجل مكسب مهم جدا ان شاء الله عشان بعد كده يكون الامور ماشية بشكل كويس من غير ضغوط خالص على اي حد الصدارة ده هدف اساسي والتصدر كمان وانهاء هذا الدور كمتصدر ده هدف اكبر كتير بالنسبة لمنتخب مصر الشروق بتقول تصريح ايضا عن او على لسان الجري المدير الفاني لمنتخب مصر واللي قال ايه قال ان احنا تحكمنا امام الكونغو من احنا الصدارة ولا اعلم شيء عن عودة عمر وردة موضوع عمر وردة خلاص انا مش هنتكلم فيها جماعة ده شيء مطروك لمنتخب مصر المسئولين في الجول هاني رمزي بيقول ان احنا مش راضين على الاداء وده شيء حقيقي بصراحة مش انت بس يا كابتن هاني كلنا مش راضين على الاداء اداء سايق جدا ومميز اوي ان كابتن هاني رمزي المدارب العام المتخب مصر بيعترف بكده لان الاعتراض ده بداية تعديل اداء منتخب مصر خلال فترة اللي جاية واعلم من ده من الاولويات الصعود في الصدارة وده اولوية كبيرة ومهمة جدا بالنسبة لمنتخب مصر ان شاء الله تتحقق البواب اسبورت تريزي جي يتحدث عن جائزة العبدة في مباراة الكونغو وهو يسحقها من بارح تريزي جي كان بأحسن لعيب في المباراة من قبل اللجنة المنظمة فبالتالي كان ليه لقاء بعد المباراة واتكلم وقال ان طبعا الجائزة دي مش نتاج مجهودي انا الواحدي نتاج مجهود كل زميلي في المنتخب وقال ان احنا بإذن الله هدفنا ان احنا ناخد البطولة وان احنا كلنا بنكمل بعض كعناصر منتخب مصر ومن ضمن الصراحات وبرضه بالمناسبة يعني قال ان المنتخب خسر عمر ورده طيب الرياضي تصريح على سان وليد سليمان وعايز اقف عند وليد سليمان شوي وليد سليمان للأسف حتى الان بكل صراحة وبكل منطقية العيب كلنا بنحبه طبعا جدا لكن مش هو ده وليد سليمان خالص اللي احنا شايفينه مع منتخب مصر هو بيقول ان كل لعب يرتدي قميص المنتخب بازل ما في وسعه وان احنا يعني منحق هدفنا بتأهل دور 16 لكن مطلوب بإذن الله بإذن الله من وليد سليمان احد ابرز النجوم في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية انه بإذن الله الفترة اللي جاية يستعيد مستوى لان المنتخب محتاجه جدا المنتخب محتاج وليد سليمان اوي فيعني ياريت بإذن الله وليد يركز كده خلال الفترة اللي جاية لان بصراحة الفترات اللي لعبها خلال المباراة الأول امام زنبابوي او امام القنغو مش هو ده وليد سليمان اللي احنا نعرفه مش هو ده وليد سليمان اللي احنا نستنينه في منتخب مصر متفائل جدا جدا بان وليد ان شاء الله في مباراة اوغندا هتكون بداية او بداية انطلاقة قوية وليد سليمان مع منتخب مصر في البطولة لانه في الحقيقة عنصر مميز سواء من الجانب الفني من الجانب البدني على فكرة يعني وليد سليمان من اللاعبين يمتازوا بالجانب البدني بشكل جيد جدا او كمان من جانب الخبرات واحنا محتاجينها جدا في بطولة الأمم الأفريقية فبإذن الله بإذن الله وليد ان شاء الله لفترة جاي يكون احسن واحسن من كده بكتير ان شاء الله بإذن الله بالنسبة لوليد سليمان بقطة الأهرام ان عمرواردة خلاص يعتذر يعني عن اللي حصل وكده ودي برضو أمور مطروقة للمسؤولين عن منتخب مصر نروح للوطن سبورت ودي جزئية مهمة إبراهيم نور الدين يدير لقاء أنجولا ومريتانيا وجهات جريشا حكما رابعا تمام أنا مستغرب بصراحة حتى الآن كاتن جهات جريشا ما حكمش أي مباراة في بطولة الأمم الأفريقية بعد ما كان تم إيقافه وبعد كده تم رفع الإيقاف ومشاركته كمان وإعلان مشاركته في بطولة الأمم الأفريقية كحكم ساحة بجانب إبراهيم نور الدين وبجانب أمين عمر أمين عمر حكم مباراة ما بين غينيا ومدغشك على ما أتذكر كده فخلاص ده حكم مصري حكم لسه إبراهيم نور الدين محكمش وهو خلاص هنا من خلال الخبر ده هو حيدير لقاء أنجولا ومريتانيا ولسه جهات جريشا محكمش والغريب في الخبر ده أنه هو موجود كحكم رابع في مباراة أنجولا ومريتانيا فالموضوع ده بالنسبة لي أنا شايفه غريب شوية لأنجهات جريشا من حكام الكبار أين كان لديه أخطاء مع الأهل كتير في بطولة الدوري والنزل ومع كل الأندية بس يعني وارد أي حكم بإغلط لكن يبقى حكم كبير كان جهات جريشا ومشاركته أضافة لبطولة الأمم الأفريقية هنحاول نعرف لكم تفاصيل أكتر بخصوص هذه الجزئية لكن خلالنا نكمل أخبارنا مع بعض وحاول التواصل طبعا مع حكامنا الدولي الكبير كابتن سمير محمود عثمان عشان ناخد كمان رأيه في أداء التحكيمي حتى الآن في البطولة والجولة الأولى بالتحديد رأيه فيها إيه من ناحية التحكمية طيب نروح لصدى البلد مدرب الجزائر جمال بالماضي بيقول إيه مباراة السنغال مباراة صعبة والمنتخبات الصغيرة مشكلة طبعا أي حد لازم هيقول مباراة السنغال مباراة صعبة جدا ليه لأن انت عندك لعبين تقل أول في السنغال عندك كتير عندك كيتة بلدي عندك كلوبالي عندك سادي وماني طبعا اللي حيشارك أول مباراة ليباع بالإقاف في المباراة الفاتت كان موقوف عشان عنده ثلاث انزارات من تصفيات انزارات متراكمة فهتبقى ضفة أقوى بكتير من النسخة اللي احنا شفناها في المباراة الأولى منتخب السنغالي مباراة تبقى قوية قوي ساعة سبعة ما بين الجزائر والسنغال فبالتالي مباراة الجزائر بيقول من مباراة طبعا صعبة وقال ان احنا حنحاول نخرج بمباراة جيدة من حيث الأداء والنتيجة وده مهم قوي بالنسبة لهم عشان ان شاء الله نتمنى لمنتخب الجزائري موصلة مشوارة فتوت الأمم الأفريقية ويتأهل ان شاء الله بإذن الله في البطولة فيتو خبر عن تونس من خلال مدرب منتخب تونس اللي هو ألان جريس طبعا بيدرس إجراء بعض التعديلات على تشكيل منتخب تونس أمام مالي وده بسبب ايه بسبب طبعا التعادل ما بين المنتخب التونسي وكان بيلعب مين تفكروني يا جماعة تونس كان بيلعب مين آه كان بيلعب أنجولا وانتهت المباراة واحد واحد فبالتالي الأمال التونسية الكبيرة اللي كانت منعقدة على المنتخب التونسي للأسف تحولت تماما بعد الأداء السائق والنتيجة اللي تعتبر سيئة بالنسبة لانطلاقة المنتخب التونسي في البطولة فمن هنا بسبب ده ألان جريس بيعلن أنه حيكون فيه تعديلات في تشكيل المنتخب التونسي بحد تعبيره بالضبط قال إحنا محتاجين روح جديدة في الملعب فعشان كده هيعمل تعديلات فيه المنتخب التونسي نتمنى طبعا المنتخب التونسي الشقيق كل التوفيق في المبراء المجبنة بوابة أخبار اليوم أسواق أوروبا تفتح أبوابها لنجوم الكين طبعا هي فرصة لكل الأندية في أوروبا أنهما بيشوفوا أبرز النجوم في بطولة الأمور الأفريقية وخصوصا أن أفريقيا هي فيها مواهب عديدة جدا 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 ودايما بيخرج منها لعابين كبار وعندنا أمثلة كتير لو عادنا نقولها هنلاقي أسماء كتير جدا جدا أبرز الأسماء اللي حيتم التركيز معها لعب منتخب غينيا بساو اسمه ماما بالدي ده لعب مميز جدا وفيه تركيز كبير قوي من الأندية الأوروبية معاه عنده كمان أيمان بن محمد الباك ليفت بتاع منتخب التونسي وبتاع نادي التراجل التونسي لعب مميز جدا برضو في الحقيقة نيكولاس بتيبي طبعا نجم منتخب الإفواري ونجم نادي ليل الفرنسي لعب أيضا مميز جدا وفيه عيون كتير من الأندية كبيرة في أوروبا بتراكب هذا اللاعب طبعا تريزيجي لعبنا المصري الكبير وإن شاء الله نتمنى له اللي بعد البطولة دي يروح أكبر حتة في العالم أكبر نادي في العالم لأنه يستحق يستحق بصراحة تريزيجي كمان من ضمن اللاعبين المميزين جدا خامة بليت وفيه برضو تركيز معاه لكن ممكن الأمور تبقى صعبة شوية خامة بليت إنه هو يروح إلى أوروبا لأنه 28 سنة عطافة خامة 27 أو 28 سنة خامة بليت فالأمور صعبة إنه ممكن يروح أوروبا يعني لكن برضو مرقبينه بشكل كبير جدا الوكلة بشكل عام كمان فاروق مية لعب أوغندا وده لعب مميز جدا من ضمن اللاعبين اللي كل عندية أوروبا بتتبيحهم في بطولة الأمة الأفريقية في مصر طيب نروح للخبر الجزائرية وبتقول إن فيه سراع الزعامة بين الخضر وأسود الترنجا وده خاص بطبعا المبرارة اللي حتقام بعد قليل ما بين المنتخبين وهي طبعا اللي حيكسر هيبقى أول المجموعة والمنتخب التاني اللي حيكسر هيبقى التاني المجموعة يعني أقصى تقدير للسنجال والجزائر أو أقل تقدير عفوا إن هم يطلعوا تاني مجموعة أي واحد فيهم هيطلع تاني مجموعة بصعب لحد فيهم يطلع التالت يعني أو يبقى أحسن تولد التفقية اتنسوا قوي 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 المنتخب المجربية بتقول إيه؟ بتقول إن رينارد يتوقع مبرارة قوية ما بين المجرب وكوديفور المباراة دي حتكون يوم الجمعة إن شاء الله بكرة يعني المباراة حتبقى قوية قوي قوي ما بين الفرقتين منتخب المغرب كسب نبيبيا بالعافية بهدف عكسي في ديئة 89-1-0 ومنتخب الإفواري كسب جنوب أفريقيا 1-0 أيضا فبالتالي المباراة حتبقى قوية جدا وهي مباراة صدارة بالنسبة لأحد المنتخبين سواء المغرب أو كوديفور نتمنىها بإذن لمغربية نتمنى كل توفيق لمنتخبنا الشقيق منتخب المغرب وابيدم أيضا عناصر مميزة جدا لأن المباراة الأولى كانت الأمور صعبة شوية معهم وهم البداية برضو زي مصر وزي نانجيريا كمان اللي كسبت المبارايتين كان برضو المباراة الأولى كانت صعبة مع بروندي فالباديات دايما بتبقى صعبة المهم أن انت تاهمش بشكل تدريجي المهم أن انت تحاول توصل لأبعد نقطة في البطولة مش بتكلم عن منتخب مصر لأن الأهم من منتخب مصر مش انك توصل لأبعد نقطة أهم منتخب مصر أنك تاخد اللقب ده دلوقتي ده المهم منتخب مصر لكن كل المنتخبات الأخرى يتفكر في إيه فقط أنها تحاول توصل لأبعد نقطة في البطولة وليما لا تحقيق اللقب ولي قدر الله يعني إن شاء الله مصر يلي تكون موفقة في تحقيق هذا اللقب نروح لفاصل بعد الفاصل فقرة حوارية همة جدا 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 معضفنا العزيز أستاذ محمد القوسي الناقض الرياضي الكبير الحوار سيكون مميز وشيق جدا استنونا بعد الفاصل بيشرفنا ونورنا في الستوديو وأستاذ الكبير والناقض الكبير أستاذ محمد القوسي وأستاذ قوسي منورنا ومشرفنا طبنا أخليك أمير ده نورك وتعادت لك وتعادت لك وتعادت لكل مشاهدي قناة الناد الحمد لله تمام كتير جدا كلام على منتخب مصر ومباراة الأمس عايزين يبتدي طبعا بالمنتخب طقي مك لأداء المنتخب النتيجة طبعا النتيجة جيدة وأدت للمطلوب ووصلنا لدورة الستاشر خلاص بشكل رسمي لكن عايزة عرف تقييمك لأداء المنتخب رؤيتك للمبرأة بالأمس بسم الله الرحمن الرحيم يعني دعنا أبني أخذش في المنتخب كان فيه مفاجأة حاية النهاردة الأول مرة في تاريخ الكان فريمة غشقر يحقق فوز الانتصار الأول ليه في نهايات كتسبة الأفريقية كسب بروندي بهدف ودينا نتيجة كبيرة جدا وكان عمل مفاجأة في المنبرأة الأولى وتعادل برضو مع غنيا وخد نواطب عنده أربع نقاط يعني خلاص تقريبا داخل على الدول التالي كان فيها أروجوي وروسيا وكان معانا السعودية فخلوهم هم يواجهونا كل فرقة خلت مننا ست نقاط واربحتنا عنا صفر وانتهت القصة يعني فقد يكون هذا مقصودا من الاتحاد الأفريقي لإشعال الجولة الثالثة دي حاجة مميزة في الحقيقة حتى لا تنتهي الجولة الثالثة وبكنا وعتقد ده ظهر برضو في مجموعتنا يعني حتى ما زالت الأوراق عندنا لم تحسن في المجموعة الثانية احنا طبعا لأبنا الكنغو اللي هي التصنيف الثاني وكان ماتش قوي جدا نحن نتكلم عنه لاحقا فطبعا ده شيء مهم جدا ومشيء مميز بيشعل المنافسات ويخلي دور المجمعات يعني قوي ومتابح حتى اللحظات الأخيرة حتى الجولة الأخيرة اللي هتلعب إن شاء الله خلال الأجموعة الموحدة هو كده 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 هتبع لحظة تاريخية النهاردة حتى لو كانت بروندي كذبت لأنه أيضا كده هيبقى أول انتصار ليهم يعني في البطولة لأنه دي أول مشاركة للمنتخبين وطبعا بعد قليل سينطلق مباراهم من العرش سقيل بين الجزائر وبين الشقيق وبين السنغال مباراة قوي جدا نتمنى الفوز للجزائر الشقيق طبعا بالنسبة طبعا منتخبنا أعتقد أننا حققنا المأمول في أول مباريتين بنسبة ما قبل ما وقدرنا نأخذ ست نقاط من ست نقاط ما تقدرش تتكلم حقق هدف مطلوب جدا وجايب ثلاث جوان جايبينهم ثلاث لعبين مختلفين الحمد لله لم تهتز الشباكك حتى الآن بأي هدف شيء كويس جدا وشيء مميز جدا طبعا لكن الكلام كله عن الأداء بتاع منتخب مصري نحن كمصريين دايما يعني بنبحث عن الأداء يمكن كان منتخبنا مع ميستر كوبر كان الأداء أقل بس كان أفضل من كده يعني حتى مع ميستر كوبر الأداء كان أفضل من كده يعني كان بيدافع بشكل واضح وكانت أدنى بتبقى مقفولة بشكل قوي وشكل مميز وكان المرمى المصري شبه مؤمن بدرجة كبيرة جدا لو كان بلعب بها جماعة أنا بدافع وأنا مدرب فكرة دفاع وأسلوب دفاع وبدافع وبأجيب جونه وبأموت عليه طول الماتش وبأقدر بالطريقة دي في الكان النسخة الماضية في 2017 في الجابون قدر يوصل للفينال وكادة أن يحقق اللقب أو كان قابق أو سينا أو أدنى من الفرش باللقب قبل أن تستقبل شبكنا هدفا في قبل نهاية المباراة بدقاء قليلة يعني في طبعا حالة يعني عدم ارتياح لدى المنتخب من كل جماهير من كل المتابعين من كل النقاط من كل المحلين الأداء بتاع المنتخب مش هو الأداء مش هو منتخبنا ده اللي احنا ننتظره عندنا الكثير من القصور الكثير من الأخطاء الكثير من الأيوب مع الأخطاء نحن حققنا الهدف وده شيء مهم جدا وشيء مميز ولازم ندعمه ولازم نقف وراء منتخبنا وقبل ما حنتكلم عن حاجة احنا بندعم المنتخب وبنقف وراء بكل قوة ومساندين ودعمين لي وله كل التقدير وله كل الدعم حتى بفضل الله يصل إلى الهدف المطلوب إن شاء الله إن شاء الله لكن عندما تتحدث عن بعض الأشياء النقصة في منتخب مصر فده هدفك أن الحاجات دي تكتمل وأن العيوب دي تتلافى وأن الجهاز الفني ياخد حذره وياخد اتجاه لتغيير شيء ما يمكن أن يحدث فيضيف لمنتخبنا فيحسب من أداء ويحسب من مستوى يمنح منتخبنا شكلا جماليا أفضل حتى في الأداء يعني أنا كان نفسي مبارح وإحنا بنلعب حتى في الخمس دا يعني دائما كان بيقولك اعمل لمسة حلوة في الآخر كده تعطي انطبعا جميلة نقل كورة شوي بالضبط يعني اللمسة الأخيرة أو المشهد الأخير هو اللي بيبقى في الآزين فاعمل مشهد داي يعني ما تصرش حتى أنها حتى تستلم الكورة وتمرر وتعمل وتتنقل كورة للأسف مكانش قادرين نعمل دا احنا ما بنعملش جمل ما بنعملش أداء هجوم منظم لجوم بتاعنا ما زال عشوائيا أطرافنا لا تعمل عندنا مشكلة كبيرة في وسط الملعب يكاد يكون فريقنا بدون وسط ملعب يمكن طارق حمد بيقاتل دفاعيا كثيرا نظر اللعبين في الحقيقة طارق حمد لا طبعا نحن نتكلم هنتكلم على المجموعة الأفضل لاحقا طارق حمد بيتصدى دفاعيا بشكل كبير جدا لكن لو جيت تتكلم على وسط الملعب ودوره الهجومي ووجود قائد ده مفتقد تماما ومش موجود عندنا على الإطلاق لدرجة أن تقريبا ما فيش أي أسس تتعامل لأي حد مهاجم في المنطقة دي يعني شفنا صلاح قدما وصلته قدر تريزيجي يعمل الكرة الوحيدة اللي قدر يوصلها له قدر يشتغل بها ويسجلها ورغم أنه كان قدامه مدافع قافل الدنيا وجون واف والزواج دي ولحق بيتنا مدافعين لكن بخبراته صلاح حط الكرة وكانه بقول أنا هحطها سجل الهدف ده سجله كرته لقبته الهدف العالمي النموذجي اللي معروف بيه صلاح فعندنا أي فريق بلا وسط ملعب أعتقد ما يقدرش يبقى بطل لازم أنت أقوى من الحاجات اللي عندك اللي بتربط خط ظهرك بخط هجومك اللي هو وسط الملعب لازم يكون عندك القائد اللي يقدر ياخد الكرة ويصنع الهجمة ويصنع الفارق يمكن شفنا محمد صلاح قدر يصنع فارق بمهار جون جبناه في دربكة وفوضى ومحمد صلاح قدر يسجل هدف بمهارته بقدراته وبالجهد الكبير اللي عمله ترزيجي كمان عندنا يعني نفسي الأطراف بتاعتنا تشتغل بشكل أفضل يعني إحنا ما بنشوفش أطرافنا بتشتغل خالص يعني ده ليه طيب يعني لو وجهت فرقة كبيرة ما هتسجل إزاي ولا هتجيب جواني إزاي ولا هتشتغل للأسف مستر أجيري غير طريقة اللعب اللي هو بتداهى مع منتخب مصر لما جيه لما جيه كان بيطير الأطراف تمام أيسا أيمان أشرف يعني اللي هم موجودين للوقت وإحمد المحمدي بيتيره وبتسقط واحد النص المعب بتلعب بتلعب يعني أمور فنية كانت كتير وكان بيلعب بيها مستر أجيري لكن الوضح إنه هو عدل الأسلوب فده اللي أدى للأداء اللي احنا بنشوفه بالضبط لكن الأداء استمر بنفس الشكل على المستوى الأولان يعني كان مفروض هو يغير هذا يعني حتى تغييراته اللي بيقابلها ما بتضفش يعني ما بيشوفش أي إضافات كمان أنت زي ما قلنا برضو في الحالة قبل كده إن الدكة بتاعة منتخب مصر للأتف يعني ليس على مستوى المنتخب مصر يعني معندكش دكة تقدر تصنع الفارق أو عندك أوراق بره تقدر تحق وإنت قابة تفرج يا أستاذ وسي على المتش وتفكر في البدايل الواحد هو بيفكر مش لاقي بدايل يعني قصدي حد ينزل يغير لك المتش مفيش كلام ده للأسف الكلام ده مش موجود يعني لكن في النهاية هو ده اختيراته ودي حاجاته اللي اخترى وهو اللي يتحسب عليها ولا يجب هنتكلم بتفاصيل أكتر عن مبراطل المنتخب مبارح أمام الكنغو لكن خلينا نروح لفاصل سليع ونرجع مرة ثانية كنا منتكلم على نص الملعب قبل الفاصل يا أستاذ أوسي وشايفين إن دي سلبية من السلبيات المتواجدة في منتخب مصر هل شايف تشابه أسلوب اللعب ما بين طارق حامد والنيني هو ده اللي معطل شوية نص ملعب منتخبنا والحل إيه من وجهة نظر حوال طعا نجل وقتلك إن وصل الملعب في منتخب مصر بيعاني معاناة كبيرة جدا ومش هنكون مبالغين متقاضين أو عدامين إذا قلنا إن ده أضعف خط وسط منعب لمنتخب مصر في السنوات الأخيرة تقريبا من 2006 طبعا على الأقل يعني ما كانش عندنا وسط منعب الحالة السؤادية عندنا شقين اللي هو شق الدفاعي في وسط الملعب والشق الهجومي يعني الديفندرات هو الوسط الملعب اللي بيساعدوا في الناحية الهجومية عندنا اتنين ديفندر اللي هم طارق حامد وإنني طارق حامد الحياء مقاتل شرس جدا ومتقدر دوره بامتياز يستحق كل تحية وتقدير يعني واحد من الأعمدة اللي شايل كتير جدا في الجنب الدفاع منتخه وواحد سايب روحه بره الملعب لا لا إنني ليس موجود ليس موجود ليس له أي دور إلا قطة ولا تمرير مش موجود للأسف وكأنه لم يحضر للبطول أو كأنه ليس موجودا مع منتخه أو كأن منتخه مصر يلعب ناقصا يعني فمش موجود يعني طب أنا عايزة أسأل هاريك سؤال بقى في الجزئية بالتحديد الخاصة بمحمد النني دايماً محمد النني بيواجه انتقادات كبيرة جداً مع منتخب مصر ورغم كده كل مدربين بيجوا يلعبوا محمد النني هل ليهم وجهة نظر معينة ممكن للبعض ما يكونش أخذ باله منها لهم أنا أعتقد أنهما بيعتمدوا على احترافه في الدورة الإنجليزية ووجوده مع أرسنال الإنجليزية وبيعتبر أن التدريب مع أرسنال أفضل من أن يكون بتلعب هنا في الحالة أو في زيادة في منتخب مصر يعني لما تتكلم على لعب في حجم عامر السلية أعتقد لو السلية كان موجود كان حيفر طبعاً البعض بيقول لك الأداء المتشفة ما فيش حاجة اسمها متشفة المفروض لتنين ديفندرات لتنين بيخدم على بعض والاتنين شايلين بعض والاتنين خط دفاعي أول موجود بالنسبة لك قوي جداً وصلد جداً وهو اللي بيواجه لها جماعة يعني أنت لو شفت الأداء بتاع الكون غنبانح الكرة لو ما تصداش لها طريق حامد بقيت قدام الشناوي مباشرةً بقى المطلوب أول حد يتعامل حجازي محمود علاء لو راحت طرف عيمان أشرف أو راحت المحمد بقى دولل المقاتلين والحياة إن هذا الرباعي بيؤدي بشكل وبالتالي أنا خسرت كمان هبت عن استاد القاهرة طبعاً يعني أولاً أنا مش عايز أبت عن استاد القاهرة وسنية مش عايز أواجه السنغير أو الجزائر وسالساً نبقى طريق سهل لدول الثمانية على الأقل يعني أبقى أواجه واحد من الثمانية الكبار مستقبلاً أو أو سنتين فايناً فده يبقى أفضل من جبال يعني أفتح لنفسي خطوات أكبر وأوسع في البطولة أنا يعني ده الهدف المفهود ألعاب له يعني وليه يحط نفسي في مأزق من دلوقتي يعني فأتمنى أنه دي نتمنى إن شاء الله كل التوفيل لمنتخب مصر في مباراة أغندا لكن في جزئية مهمة ولازم أسألك عليها لأنها خلاص حديث الساعة دلوقتي وفيما يتعلق باللعب عمر وردة رأيك إيه في القصة دي وحابب تقولي أنا في المقدمة قلت إن إحنا عايزين بس منتحاد القرى إن هو يعلن القرار النهائي وما يسيبش حالة الجدل في الشارع المصري الرياضي عشان إحنا كلنا هدفنا الأساسي إن إحنا نساند المنتخب لكن نوع التشتيت اللي إحنا شايفينه والبعض يقولك وردة حيرجع لا وردة مش حيرجع هي دي المشكلة بالنسبة لي لما نتكلمت في المقدمة وجهة نظر حضرتك شايف حل الأزمة دي إزاي ورؤيتك لها أصلا إيه لا مش حل الأزمة هي مشكلة حصلت والتحاد الكورة خد فيها قرار وإن كان القرار وجاء متأخرا وربما جاء متأخرا لأنه ارتبط بأزمة تانية معها موجودة معها كان مفتدل انتحد الكورة ياخد قرار والتحاد الكورة خد قرار خلاص يعني لما سكت الناس كلها سكت وقت خلاص والأمور انتهت أما وإن التحاد الكورة خد قرار فعليه أن يتمسك بقرار هو خد قرار خلاص لكن المرحلة اللي حندخلناها دلوقتي مرحلة أن اللعب في المعسكر وأن هل هيرجع تاني ونسمع أن اللعبة بتضغط في المنتخب عشان رجوع طبعا كام ده مش مظبوط وكان مفهوم ما يحصلش خالص وكلام مرفوض رفضا هو موقف جاية حقيقة برضو من اللعبة بيقى في جميع زمالهم لكن القرار في الآخر للمسؤولين القرار مسؤولين فالمسؤولين هما دلوقتي على التحاد الكورة أن ياخد القرار وإحنا في كل الأحوال نتمنى القرار المناسب للمنتخب مصر ومش عايزين الموضوع ده ياخد أكبر من حجمه علشان مصلحة المنتخب وما نشتتش المنتخب وما نخليش اللعبة تقعد تركز في هذا الأمر والعبة تؤيد والعبة تعارض كان ده مش مظموط يا جمع يبقى الحال موقف حاسم اتحاد الكورة يني هذا الجدل إذا استطاع اتحاد الكورة أن يني هذا الجدل خصة القصة تشجيع المنتخب بس بس خلينا وراء منتخبنا بندعم بكل قوة وجماهير مصر العظيمة اللي بتدعمه بنشوف صورة جماهرية محترمة جدا بنشوف استاذ القيارة تقريبا ممتلل المرة التانية على التوالي ده بيعطينا أمل كبير جدا عايزينهم مشاجعوا شوية بس يعني مرضو الأداء اللعبة تساعدهم شوية يعني لما لما اللعبة تلعب وتأدي أكيد ده حيبقى موجود لكن الرسالة اللي احنا بنوجهها ودونك أعلميين أنه انت كدورك مشاجع في وقت الأزمة أهم من وقت الانتصار في وقت المستوى يكون أقل أهم من لما يكون المنتخب بلعب ويمتعك المنتخب بلعب ويمتعك هو مش خلاص بقى لعب وعالي وابتاع انت مبسوط وسعيد ممكن طبع تتفرج لكن دلوقتي انت محتاج تدعمه محتاج تشجعه محتاج تصحيه محتاج تتحركه هو انت دورك يعني ايه المورة مقامة عندي ويعني ايه المورة مقامة في ملعبي وفي أرضي يعني الجمهوري ده بيدعمني وهتافه ده بيهز المنافس وبيخلي المنافس يشعر بعدم السقة وبالارتباك فانت ده المفروض الدوري اللي موجود لجمهور المصري أنك تقف وراء خلف منتخبك في المرة قبل الحلوة في وقت الارتباك والفوضى وعدم الانضباط الخططي وعدم وتراجع المرتوى أفضل من لما يكون المنتخب متكامل وبيقد بشكل كويس جدا نتمنى أن الناس تستعب هذه الرسالة وإذا كان اللي أيب يدرها في الملعب فحادتك دورك في المدرجات تؤدي دورك بكل قوة بكل احترام مدام روحت وطعت الكارير وقدرت يعني ربنا كرمك ونقول حظ أنك تكون موجود في هذا المكان فعلاك أن تؤدي رسالتك المطلوبة بتشجيع ودعم المنتخب والوقوف خلفه بمنتهى القوة ونبعد عن أي سلبيات ونركز في هذا الأمر نجوم مباراة الأمس من وجهة نظري نجوم مباراة الأمس ونجوم مباراة الأولى أنا من وجهة نظري أربع العيد حالو مين عندي اتنين وراء حجازي ومحمود علاء طبعا عندي طريق حامد عندي ترزيجي هذا الرباعي هو الرباعي الأفضل في منتخب مطرحة طبعا يأتي بعديهم على طول الترفين محمدي وأيمن أش صلاح طبعا ده في منطقة ما حدش يقدر يتكلم ومشيحنا نقيم صلاح يعني صلاح لعب عالمي لا يمكن أن نقيم أداء في المطرحة لا يمكن أن نقيم ما بقولك لعب عالمي والكورة اللي جات وتصرف فيها وقدر الفرصة اللي جات لأه فرصين قدر يعني يحط كورة في الراكلة حرة قدر يحطها ويكون أنقصها بالصعوبة وكورة تانية تصدر لها الدفاع والتالي تسجل منها أنا عايز أأكد على كلام حضرتك يا أستاذ أوسي أنت بتقول أننا عندنا نص ملعب ضعيف شوية في منطقة مصر لك أنت تخيل أن الألعاب اللي ذهب بيها محمد صلاح للمرمى كانوا كلهم أو معظمهم عشان أبقى برضو دقيق من خلال باص لتريزي جي طيب إنهم الهدف طيب إحنا نتكلم فيه إحنا طبعا مش بنقول محمد صلاح ما بنقول أربعة العيبة مش بنقلم محمد صلاح لا محمد صلاح لا تصل الكرات يعني لو قرر أنت بين اللي بيوصل لمحمد صلاح في ليفربول واللي بيوصل في انتخب مصر لأن فيش مقارن نادرة حتى لما تتمرر له بعد التمريرات ما تكونش بيدقة كويسة بحيث أنه تترميله في مسحب هو السيادة يستغل السرعات ويتحرك فيها ولما حصلت مرة واحدة قدر يعملها بشكل مزيل فصلاح ده القيمة العظيمة اللي موجودة عندنا ده اللعب اللي ان شاء الله اللي قدر يصنعك الفرق في أي وقت بس احنا نساعده بس احنا نوصله للجول بس احنا مش معقوله صراح يروح يجيبها من عند الشي النوع لانشان يروح يجيبها يجون عايزة دي لعيب حقه تريزي جي رأيك في ايه لأ تريزي جي اللعيب متكامل ربنا ان شاء الله يا رب يحرصه بدنيا مميز جدا فنيا راعي جدا بيتحرك بشكل كويس جدا في اكتر من مكان امبالح يعني يتجاوز وعمل دور كمان دور الاسست اللي هو يخش ويختارق ويصنع اللعب وخد الكورة ويصبر عليها ويبص من صلاح ويروح لعيب للكورة اعتقد ان تريزي جي لعب مميز جدا لعب انا من وجهة ناظريو وقلتها قبل كده ان تريزي جي لا يقل عن محمد صلاح وهو لعب مبهر وانتمنى ان شاء الله ان يستمر على هذا المستوى اللي يكون افضل لعب في هذه البطولة باذن الله اذا ربنا وفقنا وفزنا بها لو ربنا وفقنا وصلنا للفاينال افضنا ببطولة دي اعتقد ان تريزي جي هيكون له نصيب كبير جدا لان من اول مباراة للمباراة التانية ماشي بنفس المستوى بشكل عادي وحاجة غير الهدف والاسست الدور الكبير اللي هو بيعمله طول الماتش يعني لعب مميز جدا لو عندنا اعتقد ان احنا كان يكون عندنا منتخب تقيل جدا 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 نتمنى للاخرين يعني يستفيدوا من هذا الامر تتوقع ان تريزي جي يروح نادي كبير بعد البطولة دي ان شاء الله انا من قبل البطولة دي وبتمنى ان تريزي جي يستحق بصراحة يستحق ان يطلع من قاسم باشا يمكن جاله عرض في تركيا وما تمش اتمنى بالضبط واليون فرنسي اتمنى بالضبط ان هو يروح الدور مثلا يروح دور فرنسي يروح اي دور يقرمه الدور الاسباني او الدور الانجليز اعتقد ان في يوم الايام ان تريزي جي سيصل الى هذه النقطة لانه الحقيقة يستحق وهو لاعب من هذه النوعية ومن هذا الطراز الذي يستحق ان يكون في مكانة مرموقة وفي نادي كبير جدا في أوروبا ان شاء الله ده هيحصله قريبا بإذن الله ان شاء الله احنا اتكلمنا على الجانب الفني الخاص بمنتخب مصر خلاص نقف الملف في منتخب مصر ونستمنى له كل التوفيق في مبارات اوغندا ان شاء الله قلة مجبلة وفي المقابل رؤيتك للدور الاول بالكامل من دور المجموعات في بطولة الامم الافريقية شايف ابرز المنتخبات وافضل اللاعبين من وجهة نظرك ايه هو يمكن الدور الاول بشكل عام اللي تلعب فيه 12 مباراة على مستوى المجموعات كلها يمكن ما قدرناش يعني يقدم لنا المستوى اللي احنا منتظرين او المستوى المطلوب فانيا نسا وحصل فيه شكل ان الصغار مش الصغار يعني الفرق لما لايش اسماء كبيرة ولايش تاريخ كبير في افريقيا قدرت تصمد امام الكبار بشكل كبير جدا فنقدر نقول هي جولة زابت فيها الفوارق بين الكبار وبين الصغار وواجه الكبار صعوبات كبيرة جدا حتى يحقق النصر كان متوقع ان يأكلوها بسهولة بداية مباراة اللي افتاح من مصر وزنبابوي كل متوقع ان مصر هي تجعل تلتاهم في زنبابوي فيجعل منتخب زنبابوي يقدم مباراة كويسة ونفوذ بهدف وحيد اللي سجله تريزيجيه ومرورا بعد كده بنين بتتعدل مع غانا تونس بتتعدل مع انجولا بعد كده يعني حصلت بعض المفاجهات الكاميرو حتى وهي فيجا 2-0 قدرت تقريبا في اخر تلت ساعة قدرت تسجل هدفين منهم هدف من الخطأ وهدف الثاني فالكوار كلهم واجهوا صعوبات مع الفرق اللي هي ما لديه اسم كبير وما لديه التاريخ كبير في البطولة بتسناق مثلا زي فرق زي مالي وجد فرق زي موروتانيا اول مرة تشارك فقدرت تسجل اربع هدف كل مباراة انتهت تقريبا بهدف او بالتعادل او بفرق هدفين ما حصلتش اكتر من كده كانت نسبة التهديف تقريبا جيدة 27 جون شفناهم في الـ 12 مباراة بمعدل هدفين فاصل 25 من مية كل مباراة جات فيه هدف اوه كل مباراة جات فيه هدف تعتبر جيد يعني فيه اداة هجومي في اللعبة في ان الكل بيلعب الكل بيهاجم الكل بيحاول يصل الى المتاع لكن ما شفناش حاجات مميازة ما ظهرتش قدرات النجوم الكبار ما شفناش لعبة مميازة بقى كده والبدايات بتبقى كده اعتقد ان من الجولة دي والجولة التالتة وما هو قادم سنرى الافضل والاكثر المباراة افضل ما فيها هو التنظيم يصدر البطولة افضل ما فيها التنظيم حتى الان انا كنت برضو احتطرق مع حضرتك للتنظيم بس قبل من اتكلم في التنظيم عايز اسألك عن ابرز اللعبين من وجهة نظرك لشوفهم لحد الوقت والله يعني ما فيش حاجة برزت كتيرة يعني يعني ما فيش اللعب السوبر يعني صلاح مزال يعني لسه يعني مداش حاجة لسه عنده كتير جدا سادي ومانين لسه برضو عنده كتير جدا هتلاقي نجوم الكاميرو النجوم غيانة محرز لحد كبير يعني ظهر بشكل طيب لكن اعتقد لسه قدامهم كبير لما ده بعد مباراة واثنين وثلاثة يقدر يبقى هو المؤثر في اداء فريو قادر ان اقول ان ده اللي بيصنع الفري اذا كان ما فيش لعب عندي دخل جاب تلات اربعة تجوان مثلا فما فيش يعني لسه امور مش واضحة بالنسبة للعب النجم كله بيركز على اداء الجماعة وبركز على ان هو يخطف اول نقاط وكله متوتر وخايف اعتقد ان ان شاء الله ده هنشوف المرحلة المقبلة الجانب التنظيمي باقى الخاص بالبطولة واحنا بنتابع يوميا كل الامور المتعلقة بالتنظيم لان ده شيء يهمنا ونتمنى ان شاء الله بإذن الله ان هم يستمروا بالشكل اللي جاي جدا ده في تنظيم بطولة الامور الافريقية في مصر وانا بكلمك كمان دلوقتي مباريات الجزائر والسنغال فيها حضور جماهيري كبير جدا اكتر حضور جماهيري حصل في مباريات بطولة الامور الافريقية السنة دي حتى الان بعد مباريات منتخب مصر فدي ايضا حاجة ايجابية هو الجماهيري بتادي تروح وحتروح للمباريات الكبيرة فخلينا نتكلم على الجانب التنظيمي وبتحديد قولولي يا جماعة نتيجة حد الوقت الساعة كانت تقدر يعني اعتقد الجانب التنظيمي بيصير دون منتهى الدقة منتهى الانتظام منتهى الانضباط كل شيء مرتب ومحسوب التوقيتات الدخول الفرق والماتشات والخروج كل ده بيمر بشكل صفر صفر حد الوقت السنغال والجزائر بشكل مميز الاشهادات الحقيقة يعني احنا ما بننتزعش الاشهادات من حد لأول مرة نجد الضيوف هما اللي يشهدون هما اللي يبلغون بالاشهادات دي هما اللي يكتبون ده في اعلامهم ويقولوا في وسائل الاتصال بتاعهم واللي لما بيطلعوا حتى في وسائل اعلام مطرية بيؤكدوا على ده يعني حتى شوفنا ممكن كلوشا بوالية بيقول أنا كنت تمنى نلعب في البطولة دي عشان الملاعب بتاعة مصر عجباني قوي فدي شهادة عظيمة جدا يعني نحن كماطرين حد بشد من ملاعب بالزبط يعني احنا كنا بنوعان من الملاعب الحمد لله عندنا الست ملاعب اللي بتلاعب عليها البطولة في منتهى الجمال منتهى النظافة أرضيات على اعلى مستوى النجيلة ممتازة جدا ما بنشوفش دي وقت لعب رجله بتغتص في الأرض ولا حاجة بتحصل قطعة مثلا من نجيلة تطير في الهواء مع لعب ولا كل ده مش موجود ده دليل على أن الأرضيات تعملت بمنتهى الدقة وتعملت بشكل عالم وتعملت بشكل قوي وشكل ممنظم فطبعا يعني حاجة مبهرة وحاجة مشرفة لنا كمصريين يا رب ان شاء الله الأمور تكمل بهذا الشكل وتستمر حتى نهاية وأعتقد أنها ستستمر بهذا الشكل وفوق ذلك الانضباط الجماهير والدخول بشكل قوي وشكل مميز نشوف ده في مباراة منطقة ماطل وزي ما بتقول حضرتك الآن في هذه المباراة السنغال والجزائر حضور جماهير كبير ومميز أعتقد أن الجماهير اللي اشتريت تذكره اخترت مباراة تتفرج عليها معارفين أن مطش سنغال هتلاقي مطش المغرب وكودفوار ممكن تلاقي مطش الكاميرون وغانا المطشات الكبيرة أعتقد أن دي ستعمل عمل جاز بالجماهير وأعتقد من دور الستاشر إن شاء الله هيبدأ في حضور جماهير كبير جدا وكلما البطولة هتتقدم هيكون في حضور جماهير مميز لأن الناس عايزة استمتع بكورة وعايزين ننجح البطولة فإن شاء الله ده يكون موجود بإذن الله شافت زي مشهد التفاف المصريين حول منتخب مصر ومنذ قليل وحلقت الكلام كان فيه صور بتتعرض للجماهير المصرية وهي راح على المدرجات وده شيء مهم وإيجابي جدا ولحظة فارقة في تاريخ الكرة المصرية وأنا مش بهول من موضوع ليه لأن إحنا في فترة اللي فاتت بي كنا نلعب من غير جماهير أو بعدد محدود أو من جماهير في كل المباريات المحلية يعني أو حتى كمال الأفريقية فدي ممكن تكون انطلاقة جديدة لعودة الجماهير إن شاء الله بشكل طبيعي لما بعد طولة الأمم الأفريقية المؤكد ده بشأن أنت بتكلم في غياب الجماهير في مصر من 2011 من الكلمة أنت بتكلم يعني 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 عدد كبير جدا من دولة مثلا كان عنده من الكبار عندهم مثلا دعيان لسه مورودة بعد الثورة يعني عندهم سبعة وتسعة سنين أو كان عندهم تلات سنين مثلا يعني ما حضرواش أصلا مباريات قبل كده وفي جيل كبير دلوقتي عنده سبعتاشر تمنتاشر سنة أو عنده عشرين سنة ما كانش بيحضر مباريات أصلا الفترة اللي احنا توقف فيها لحضور الجماهيري فيكون أن الناس تيجي تحضر فداشي جميل جدا وده طبعا بصلا احنا كمصريين احنا بنعشق بلدنا وبنحب بلدنا وبنحب أي حاجة تفرحنا أو أي حاجة تعمل انتصار أو أي حاجة تنجح البلد أو أي حاجة تخلي صورة مصر قوية وصوت مصر جيدة وصوت مصر مميزة فتحية للجمهور المصر طبعا في كل مكان وتحية للشباب المصري اللي بيطلع بالفترة عاشق للبلد عاشق للكيان عاشق للمكان تلاعيل تغير بيحب مصر وبيانت في مصر مجرد ما شاف ده بين فوق أسرته عاشق للبلد بشكل عام وعاشق لكل حاجة فيها تب حاجة فترية كمان ما بقولك يا فترية أنا بقولك بتكلم يعني عدد كبير جدا من الشراح بتاعت المشجعين اللي موجودة دلوقتي بقولك ما حضروش ما تشاط قبل كده يعني ما حضروش أسفين وستة مثلا يعني يعني فده مهم جدا أن ده يكون مزروع فيهم وده لأن الأسرة المصرية بتنتمي لطراب هذا الوطن المصرين دايما على قلب رجل واحد يعني تتفق في شيء تختلف في شيء لكن يظل حبنا للبلد حبنا للكيان المصري حبنا للدولة المصرية حبنا للبلدنا حبنا للأصلنا حبنا للتاريخنا حبنا للجزرنا ده موجود فينا كلنا كمصريين أي أن كانت الأمور بالنسبة لنا شعب عطيفي احنا احنا شعب عظيم يعني ان شاء الله وإذا وتيحت لي الفرصة في كل المجالات أعتقد سنطلق وسحقت نهضة كبيرة جدا بإذن الله في كل الاتجاهات وليس في كرة القدم فقط وليس في رضا فتاق ودينا شفنا لما لعب مصري رياضي مصري بتهيئ له الأجواء المناسبة بيصل إلى العالمية بيصل إلى العالمية أعتقد لدينا استطيع مصري العالمية في كل المجالات في الصناعة وفي الزناعة وفي الطب وفي الاقتصاد وفي السياسة وعندنا نمازك كتير جدا بره مصر بتحقق ده لأن مصر فيها كفاءات كبيرة جدا وفيها خير كبير جدا إن شاء الله ليوم الدين إن شاء الله توقع متفائل لسه بمنتخب مصر إن شاء الله كامل البطولة يخد إن شاء الله اللقب بإذن الله نتفائل طبعا لا نملك إلا التفائل وندعو لمنتخب مصر وإن كل قلوبنا إن ربنا يوفقه وإن اللعبة تشد حلها أكتر وإن الأخطاء تصحح من قبل الجهاز الفني ويكون في روح أعلى من كده لدى اللاعبين خلال المرحلة الجاية وإن الجمهور يساعد ويساهم ويدعم بشكل أفضل إن شاء الله نقدر نكمل خلينا ماشيين خطوة خطوة مع اللي دا إحنا هدفنا دلوقتي نكسر بماتش جاي بإذن الله شأن نبقى أول علشان يبقى طريقنا أسهل إلى حد كبير الروح العالية للعاب منتخب مصر هي اللي هتعود الأداء السيء نوعا ما اللي بنشوفه خلال المبارايتين اللي فاتوا إن شاء الله نشوف أداء أفضل من كده بكتير خلال المباراة القادمة أستاذ أوسي نورتنا وشرفتنا وبسعت جدا بتواجد حررتك معنا ربنا خليك أستاذ ملتخلص حياتي شكرا شكرا دا كان لقاءنا الحواري الهام جدا مع أستاذ الكبير أستاذ محمد القوسي واتكلمنا في أمور كتيرة جدا بتخص منتخبنا الوطني المصري دي كمان كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة حلقة يوم الخميس استنونا يوم استابت القادم وحلقة جديدة من نفس البرنامج إن شاء الله إلى اللقاء شكرا 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 شكرا